في الولايات المتحدة حددت مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا الجديد في السادس من فبراير الماضي كان ذلك قبل 23 يوما من اعلان البلاد عن اول حالة وفاة بسبب الفيروس في كيركلاند بولاية واشنطن في 29 من فبراير الماضي قالت مسؤولة الصحاف المقاطعة دكتورة سارا كودي ان اثنين من الاشخاص الثلاثة لم يسافر الى المناطق التي تفش فيها الفيروس كما قالت ايضا ان فيروس كورونا الجديد كان قد انتشر في منطقة خليج سان فرانسيسكو في وقت مبكر من يناير الماضي اما في اوروبا قبل ما يقر من شهر من اول الحالات المسجلة رسميا ظهر تاجر سمك بمستشفى في ضواحي باريز وجاء اختباره ايجابيا باصاباته بفيروس كورونا وذلك كان في 27 من ديسمبر العام الماضي لكن في فرنسا يعود اول حالة مشتبه بها الى زمن ابعد وجدت دراسة اجراء مستشفى البرت شفايتزر في كولمار بشرق فرنسا ان الحالات المبكرة التي ظهرت فيها اعراض ذات صلاب الفيروس يمكن تتبعها حتى 16 من نوفمبر من العام الماضي وقد نشر باحثون في جامعة لندن كوليدغ البريطانية دراسة قالوا فيها ان الوباء بدأ بين السادس من اكتوبر العام الماضي والحادي عشر من ديسمبر العام الماضي وهذا ما يعني انه وصل تكييفه مع الجسم البشري واشار فيكتور ديفيس هانسون باحث في معهد هوفر بجامعة ستانفورد اشار الى ان الحالات التي تم الابلاغ عنها مبكرا في موسم الانفلونزا العام الماضي قد تكون ناجمة عن فيروس كورونا الجديد ولكن في ذلك الوقت لم يتمكن الاطباء من معرفة ذلك متى نشأ فيروس كورونا الجديد واين ظهرت الحالة الاولى سؤالان احتجان الى تحقيق علمي ولكن ربما لن نجد الاجابة عنهما فتتحد الشعوب في جميع انحاء العالم لمكافحة الوباء معا والذي قد يكون الخيار الصحيح الوحيد الذي يمكننا القيام به في مواجهتنا لهذا الوباء